مع بداية وصول قرابة 50 ألف كويتي أجلتهم الحكومة الكويتية من أكثر من 100 دولة في العالم تواجه السلطات الصحية الكويتية أكبر التحدي لها منذ بداية تسجيل حالات كورونا في الكويت إذ ستقوم بفحص ومعالجة ومتابعة هذه العشرات الآلاف التي وصلت إلى الكويت إذ يتزامن وصول 50 ألف كويتي من خارج الكويت مع فحص مئات الآلاف من الأشخاص الذين بدأ تفشي الفيروس بينهم يرتفع بشكل كبير في الأسابيع الماضية مما أدى إلى أن تقوم الحكومة الكويتية بإغلاق وعزل كامل لمنطقتين وعدد من العمارات في كل أرجاء الكويت هذه إذا نظرنا هنا خلف هذا المطار فسوف نجد إحدى هذه المناطق وهي منطقة جليب الشوخ التي يقطن فيها قرابة 300 ألف شخص سوف يتم فحصهم إذا يكون هناك فحص كامل ستقوم السلطات الصحية بفحص مئات الآلاف والتعامل معهم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في الوقت نفسه سوف تتعامل مع عشرات الآلاف الذين قامت الحكومة الكويتية وبدأت بجلبهم من كل أسقاع العالم إذن هناك تحدي وتحدي كبير جدا خلال الأسابيع الماضية سوف يواجه وستواجهه السلطات الصحية الكويتية سعد العنزيس كانوز عربية الكويت